بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أندي بد أتقدم بالأصالح النفسي وبالنيابة عن أخواني أعضاء منجس الأمة بتهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بعودته بالسلامة مشافة معافة بحمد الله سبحانه وتعالى وبدعوات أهل الكويت وإنساء الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه الصحة والعافية ويبقيه سنداً وذخراً للبلاد والعباد المؤتمر الصحف اليوم يتعلق بحكم المحكمة الدستورية وبعض التفاصيل في موضوع هذا الحكم في تاريخ 14-3 حتى يكون الأمر واضح للكافة والعامة بتاريخ 14-3 استلمت رسالة وكتاب من المحكمة الدستورية تفيد بالتالي نرسل لسعادتكم صورة من الأحكام الصادرة بجلسة 14 مارس 2021 من المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية رقب 11-13-15 لسنة 2020 هذه الطعون الانتخابية هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن أو طاعنين وبين مطعون ضده تحكم فيها محكمة دستورية لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجلس أطراف في هذه المنازعة الدستورية والقانونية بخلاف ما يحاول للأسف البعض أن يصور بأنها مخاصمة أو خصومة هذا الكلام ما وصحي في طاعن أو طاعنين وهم مواطنيون كويتيون وفي مطعون ضده اللي هو الأخ الدكتور بدر أداهم هذه المنازعة مو احنا اللي نحكم فيها ولا احنا اللي حكمنا فيها تحكم فيها محكمة دستورية لسنا من قدم الطاعن ولسنا كمجلس أو كرئاسة من يحكم في هذا الطاعن وصلتني الرسالة من المحكمة دستورية تفيد بالتالي منطوق الحكم نقول حكمت المحكمة بثلاث أمور واحد بطلان إعلان فوز المطعون ضده الأول بدر زايد حمد الداهم في الانتخابات التي أجريت في الدائرة الخامسة اثنين وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة ثلاثة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في هذه الدائرة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه يعني أيضا ببساطة وبشكل مباشر المحكمة دستورية حكمت بالتالي واحد بطلان إعلان فوزه في الانتخابات اثنين عدم صحة عضويته ثلاثة إجراء انتخابات تكميلية المحكمة الدستورية وليس الرئاسة من حكمت بهذا الأمام وأيضا بيل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية شنو الصيغة التنفيذية اللي موجودة؟ على الجهة التي يناطبها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة مثل السلطة التشريعية أن تعين على إجراءه ولو باستعمال القوة متى طلب من هذلك ولا تسلم هذا الصورة إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم إن شاء الله لا يوجد احتياجي لقوة ولا غيرها لكن هذا حكم من أعلى سلطة قضائية في البلد واجب التنفيذ ووفق المادة ثلاثي من اللائحة الداخلية الصادرة بقانون لاحت مجلس الأمة مسؤوليتي في احترام الأحكام القضائية ومسؤوليتي في تطبيق أحكام الدستور والقانون العملية ما هي مزاجية ولا هي مثل ما يحاول البعض أن يصورها والله الرئيس يسوي اللي بزاجة لا أنا ما سوي اللي بزاجي أنا أقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة ويحكمني هذا الدستور وقوانين الدولة ولا نحدث بغسل ماذا تقول قوانين الدولة؟ أولا قانون رقم 14 سنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية المادة الأولى وأرجو التركيز معاي لأنها مكتوبة باللغة العربية تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها أكرر تختص دون غيرها أي منذ صدر القانون أصبحت هي صاحب الاختصاص الأصيل تختص دون غيرها بتفسير قدة أمور ليست محل بحثنا الآن تفسير النصوص الدستورية الفصل في المنازعات المتعلقة بالدستورية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح واللي خصنا الآن في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم أكرر وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم أي هي صاحبة الاختصاص الأصيل بذلك ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة والإسائر المحاكم ملزماً للكافة هل نحن أخرجنا نفسنا من الكافة؟ ألا نفسها عشين من الدستور تقول المواطنون سواسية إذا تغير الدستور وقال أعضاء مجلس الأمة لا تطبق عليهم الأحكام المحكمة الدستورية وأحكام المحاكم ذاك الوقت يكون فيه كلام آخر لكن القانون الذي قانون إن شاء المحكمة الدستورية اللي أقسبنا على الاحترامها يقول بأن الأحكام ملزمة للكافة والآن اللي بيقول فيه أحكام أخرى ولسائر المحاكم فتصبح حجية حكم الدستورية مطلقة وحجية الأحكام الأخرى أي أنكام حجية نسبية وأنا لم أخاطب إلا بهذا الحكم أنا لم أخاطب بأي حكم آخر لم أخاطب إلا بهذا الحكم وأكرر أنا مسؤول بصفتي عن إجراءات معينة ولست طرفا في المناسعة ولن أكون طرفا ولن تكون لي قصوبا شخصية مع كائنا من كان مهما حاولوا يجروني لهذا الأمر لذلك الموضوع بسيط ومباشر العضوية باطلة بقوة الدستور لأن حكم محكمة دستورية وأبطلت من صدر الحكم والآن حتى اللي بتأنى صدرت في الجريدة الرسمية إعلان الخلوم مفق المادة 4 ثمانية من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية يكون في أول جلسة قادمة ودون تصويت دون تصويت ليش ورح أجاوب على عدة أمور كانت تثار وتسبب لغض وأعتقد من الواجب توضيحها في من كان يقول كيف أنت لأخ رئيس المجلس صوت في حالات سابقة وهي حالة الأخوين الفاضلين دكتور وليد طبطباعي ودكتور جبعان الحربش صوت في المجلس وأنت يا رئيس المجلس صوت مع إبقاء العضوية صحيح احنا صوتنا عليه وصوتنا في إذا ما تخلني الذاكرة في الجلسة الافتتاحية في أكتوبر في ذلك الوقت كانت المادة 16 موجودة في منحط فيديوهات الرئيس الغانم يشرح الإجراءات ايه شرحت الإجراءات وفقا للمادة 16 قبل لا تلغى من المحكمة الدستورية اش كانت تقول المادة 16 قبل صدور الحكم بعدم دستوريتها إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليه في المادة 82 من الدستورة وفي قانون الانتقاب وفقد أهليته المدنية سواء عرض لهذا إلى آخرة أحال الرئيس الأمر إلى لجنة شؤون تشريعية قبل إلغاهها لبحثه وعلى اللجنة تستدر العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكنه ذلك على أن تقدم تغريرها في الأمر خلال أسبوعين على أكثر من إحالته اتخذ كل هالإجراءات وراحت اللجنة التشريعية ورفعت التغرير وتم التصويت عليه داخل المجلس بعد ذلك شو اللي صار صدر حكم المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية ونص هذا الحكم الصادر في 19-12 2018 أنا صوتنا في أكتوبر الصادر في 19-12 2018 نص على شنو نص على التالي وأحكام الدستورية مكملة ومتممة لنصوص الدستور وهي فوق القانون من فقد شرطا من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم قضائي بعد هذا ما تم على الرغم من أنه ينعدم أصلا على المجلس أي تقدير في هذا الشأن ينعدم على المجلس أي تقدير في هذا الشأن هذا حكم الدستورية هذا مشكلة مرزوق الغانم كما يحاول البعض أن يصور ينعدم أي تقدير على المجلس أي تقدير في هذا الشأن بعد أن أضحى عضو المجلس غير أهل لعضوية مجلس الأمة بقوة الدستور وصار مفتقدا لشرط من الشروط اللي لازم استمراء غير ذلك دون وأفضى ذلك إلى افتقادها العضوية في مجلس الأمة مباشرة مباشرة ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وهو ما يصم المادة المطعون عليها له 16 والتي أعطت الحق لمجلس الأمة في تقدير أمر إسقاط العضوية يعني وفق المادة 16 كان هناك تقدير بعد حكم الدستورية تقول والتي أعطت الحق لمجلس الأمة في تقدير أمر إسقاط العضوية من عدمه بعيد عدم الدستورية لذلك المادة 16 التي كانت تعطينا حق التصويت وصلت به عيب عدم الدستورية وتم إلغائها لماذا؟ لانطوائها على تدقل سافر من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية والمساس في استقلالها وإهدار لحجية الأحكام القضائية والنيل من مكانتها والإحترام الواجب كفالته لها باعتبارها عنوانا للحقيقة وتعطينا لآثارها مما يتنافى مع مبدأ فصل السلطات ويمثل خرقا لأحكام الدستور لمخالفة المادتين خمسين وعمية ثارت وستين كلام محكمة دستورية ليس كلام مرزب الغانم هذا كلام صادر من أعلى سلطة قضائية بالبلد صادر من محكمة المادة الأولى في قانونها تقول تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها ونهاية الفقرة أحكامها ملزمة للكافة ولسائر المحاكم هذا اللي قالته وبالتالي أنا لم أتصرف وفق أهوائي الشخصية أو السياسية كما يفعل من يغيرون أراءهم إنما أنا أتبع أحكام الدستورية والالتزامات الموجودة عليك رئيس المجلس وفقا للائحة أيضا في حكم المحكمة الدستورية الصادر في 3 مارس 2021 يقول إلا أنه بعد أن استحدثت المحكمة الدستورية من دماء مقارب الخمسين عاما كجهة قضائية لمراقبة دستورية في القوانين واللواح وتفسير النصوص الدستورية رؤية أن يؤهد إليها بهذا الاختصاص في قانون إنشائها كما عهدت دول كثيرة بهذا الاختصاص للمحاكم تقديرا بأن عملية فحص الطعون وتحقيق صحة نيابة الأعضاء هي في الأصل مهمة قضائية مهمة قضائية لا تفترق عن غيرها من الاختصاصات القضائية تستدعي في هذا الصدد بحثا وتدقيقا وما يقتضي ذلك من وجوب التحلي بنزاهة القضاء وتجرده وحيدته وعدم التحييز بعيدا عن المؤثرات السياسية حتى لا يبقى هذا الاختصاص بيد المجالس النيابية أداة سياسية بقبول الطعن أو رفضه لسبب واحد بحسد ما إذا كان المطعون فيه خصما أو نصيرا وهذا الكلام صحيح 100% إذا ترك هذا الأمر للمجالس النيابية وترك للتصويت سين من الناس وصاد من الناس يرتكبوا نفس الجرم ونفس الخطأ وتصفر عليهم نفس الأحكام سين نصير وصديق ما أسقط عنها العضوية صاد خصم أو لا نتفق معه نسقط عليه العضوية وبالتالي لا يستقيم هذا الأمر مع العدالة فالأمر ببساطة العضوية باطلة لن تخضع لي التصويت ليس بمزاجية الرئيس إنما بقوة الدستور من لديه وجهة نظر أخرى حقه من لديه يريد أن يوثق رأيه حقه لكني أقول التصويت في حالة جمعان الحربش وليد طبطبائي كان قبل المادة 16 ما يعرض من فيديو مجتزع بعد المادة 16 أنا أعلنت الخلو ثم أعطيت فرصة لمن عنده اعتراض على الإجراءات ونفس الشيء هذا الأمر سيكون موجود ومن حق النواب أن يعني يسجلوا تحفظهم أو اعتراضهم على الدستور على الأحكام على قوانين الدولة كل واحد وشأنه إنما تطبيق أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية هو واجب وأصلا لو لم أطبق أو من لا يطبق الأحكام القضائية وفقا للمادة 58 مكرر من قانون الجزاء يعاقب بالحبس والعزل وما إلى ذلك بالتالي العملية واضحة المنازعة الدستورية والقانونية لست طرفا فيها ولا النواب أطراف فيها ولا المجلس طرف فيها بعيدا عن الأمور السياسية الأخرى من لديه أمور قضائية إشكال حكم آخر شيء يوقف هذا الحكم أستلمه وأنفد لكن ما يوجد لديه الآن هو حكم محكمة الدستورية مذيل بالصيغة التنفيذية أيضا هناك ما من قال أو يشتزق مقطع يقول إن مرزوق الغانم قال المجلس يعلن وليس الرئيس منفرد صحيح هذا الكنام أنا قلت عند وفاة المرحوم نبي الفضل بأن المرحوم الأخرافي أعلن عن خلو المقعد في الكلمة الافتتاحية وهي ليست جزء أصيل من الجلسة العادية وبالتالي عاد الخلو دون تصويت وأيضا في موضوع المرحوم نبي الفضل الإعلان لا أستطيع أن أعلن نخلو المقعد هنا في البوديوم أعلن في الجلسة وهذا هو إعلان المجلس لكن أعلن دون تصويت بنهاية الأمر هذا ما أردت أن أوضحه بهذا الموضوع وأيضا وأكد كل الطعون الانتخابية السابقة كان يعلن عنها دون تصويت وأيضا أوضح هناك اختلاف كبير بين حالة جمعان الحربش وليد طبطبائي لأنها كانت إسقاط عضوية أي أنهما اكتسب العضوية كاملة ثم استجدت أمور وظهرت أحكام وبعدها تم إسقاط العضوية في الحالة حالة الدكتور بدر داهم هو بطلان للعضوية ولست أنا من أبطل أو يبطل المحكمة الدستورية أبطلتها فبالتالي هناك في فرق شاسع في موضوع أعلان الخلو شرحت كيف وفق المادة 84 و18 أيضا هناك من يستند على المادة 50 من قانون الانتخاب التي تقول تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس أولا المادة 50 متى صدرت المادة 50 صدرت 1962 قبل الدستور وصدرت في الباب السادس اللي فيه الأحكام العامة وأحكام وقتية لأنه لم تكن هناك لائحة ولم يكن هناك قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتتحدث عن الأسقاط وليس البطلان ومع ذلك ومع ذلك لنذهب إلى المادة ونسقط الأسقاط على البطلان وإن كنت لا أتفق مع هذا الرأي بس أدى إلى هذا المدى تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة تسقط تسقط مو خيار وبالتالي تسقط إذا فقد أحد شروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب وهذا ما أقرت فيه المحكمة الدستورية ويعلن سقوط العضوية بقرارة من المجلس لا يعني أنه تصويت الإعلان مجرد الإعلان هو بمثابة قرار لأنه لا يوجد تصويت بناء على أحكام دستورية وأي دخول في هذا الأمر هو مخالفة صريحة لنصوص الدستور مخالفة صريحة للمادة 50 مخالفة صريحة للمادة 29 لذلك للمادة 50 أيضا لا تنص على التصويت عموما عموما بالنسبة لي هي آراء حتى الآراء التي تختلف مع رأيي لا أسفح أحترمها وأحترم وجاهتها لكن أنا أمام قسم وأعرف الغالبية ترى يعرفون الحقيقة الغالبية عارفين زين ما هو الدستور وما هو القانون وما هي حجية الأحكام عارفينها زين لكن في أمور سياسية قد تجعل من بعض المواقف تختلف عن القناعة الحقيقية وهذا موجود في عالم السياسة لكن أن تصل الأمور في من يختلف معك في رأيك الغانونية أو الدستوري أو السياسي إلى الشتم والإساءة التي وصلت إلى الأمهات فهذا غير مقبول أنا لا أتكلم عن العام أنا أتكلم عن أن يكون سياسي معني ويضع في حسابه إساءة لأمهات هذا تصرف غير مقبول هذا لا يقبل الشر ولا أقبل عنه وليس لوالدتي ذنب في أي تصرف أنا أأخذ سواء كان صح أو خطأ لكن ليعلم الجميع أنها ربتني تربية بإذن الله صالحة وهي من علمتني بأن لا أحيد عن الحق وبأن هذا التهديد والوعيد والإساءات التي وصلت حتى إلى الأمهات أقسم بالله العظيم لن تؤثر فيني ولن تغير من موقفي قيدة أُنملة لن يتغير موقفي تهديد وعيد ما اتكلم بالمنطق وبالحجة ما أتكلم معك بالموقف تفتح حوار راقي أنا على استعداد تهدد وتحرض وتعمل ما يغير موقفي رأسه أطبق الدستور والقانون لأني بفضل الله سبحانه وتعالى لن أحنت بقسمي وأدعو الجميل حتى من يؤيدني ويناصرني عدم الانزلاق إلى مستنقع الإساءات والشتم والوصول إلى المحارم والأمهات فكل أمهات خصوم السياسيين أمهات لي لا أقبل عليهم كما لا أقبل على والدي هذه تربية الكويتيين وهذه تربية أهل الكويت وهذا اللي احنا تربينا عليه والناس تنظر لنا الآن كقدوة وكمثل يجب أن تغتدي بهذه الأخلاق والمولى عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن بالتالي أنا أدعو حتى منهم معاي لا يجرونكم إلى مستنقع بعيد عن تقاليد أهل الكويت وبعيد عن أخلاقياتنا التزموا رجاء بأخلاق الكويتيين ولا تتطرقوا إلى المحارم أو الأمهات وقبل أن أختم أود أن أؤكد إن شاء الله جلسة يوم الثلاثة تكون جلسة فيها خير للبلاد والعباد وإن شاء الله تقر فيها العديد من القوانين ومن القوانين اللي راح تكون على جدول الأعمال بغض النظر من يتفق من يختلف معاهم لما تقارير رفعت وسعد رجحة في جدول الأعمال قانون العفو الشامل القانون تقليل الحبس الاحتياطي من 21 يوم إلى 10 تيام قانون تعديل عدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا الراي الضمان المالي للمشروعات المتوسطة والصغيرة تأجيل الأقصاد تعديل قانون المطبوعات والنشر تعديل قانون المرء والمسموع وهي قوانين كثيرة ومهمة وقد تأخرنا كثيرا وانشغلنا في أمور ليست أولوية بالنسبة للشارع الكويتي أتمنى في هذه الجلسة أن تكون هناك انطلاقة حقيقية لهذا المجلس وبالنهاية كما يقول المولى عز وجل لما الزبد فينهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثوا على فإن شاء الله نقوم بما ينفع الناس ونتعاون لننجز في هذه الجلسة شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر